السلام عليكم و مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب سوف تكونوا كامل بخير و انتم تشوفوا هذا الفيديو تنهار اليوم اليوم سوف تكونوا بصفة العسل من الوصفات النجحة هذه الوصفة نجحة 100% تقدروا تحتفظوا بها حتى المدة عام و عندما يتحجر لكم هذا العسل لا ننسى اشتراك في القناة تفعيل جرس بشي يوصلكم كل جديد هنا نأخذوا كيلو تاع السكر نحو منه قيس كاس 250 ميلي لتر هذا الكاس نحو منه قيس كاس و هذا الكاس السكر نضعه في طنيجرة و نضعها طنيجرة على نار تكون متوسطة حتى يدبلكم هذا السكر و يجعل لكم كرامل هنا بعدما يدبلكم هذا السكر و كنتم تتحكموا في اللون تاع الكرامل اذا حبيتوا العسل تاعكم حامق بزف تجعلوا كراميل يزاء مليح و اذا حبيتوه متوسط كما انا قدرتوه و ليش يحامق بزف تجعلوا اللون هاكده كما راكوا تشوفوا هاكده بعدما تأكدوا بليت السكر قاعدة بمليح في هذا الكاس اللي قدرتو به السكر يجعلوا زوج كسان ونصف على الماء هذا الماء يجب أن يكون على درجة حرارة الغرفة لا يجب أن يكون سخون هنا أرموه فوق هذا الكراميل غير بالعقل لا ترموه على ضربة هنا بعدما ترموه هذا الماء تاكم كم الوقاع السكر اللي يقعد لكم في الباكي سنستخدمنا كيل و نحينا منه و قاعدنا هذا الماء ترموه فهذا الماء يزيده و بعدما تزيد لهم زوج قطعة الليمون زوج طرون شتى سيطرون و ملاقة كبيرة سيطر الليمون الأول ستحسب لكم هذا الكراميل سيضب بصحه و سيضب بوحده وحده هنا الخالي طبعا ما يبدأ يغلي كما راكم ترون هنا حسبوا له عشرة خائق و طفوا عليه لا تفوتوش عشرة خائق هنا ترون شغل راهو مازال وسائل بصحوة كيبرد مينيوم ستسواعي يجعله بش تقدروا استخدمه أو لا يوم كومبلي بش تقدروا استخدمه كما راكم ترون يقول لي هذا عاقد و تقيل و نحو هذا كسيطرون كما راكم ترون انا عسلت به المقروط و نحتاجه العسل بزاف في رمضان و نصحكم بهذا العسل و يقدر يشدلكم مدة عام كما قلت لكم لا تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل جرس بش حلقكم بكل جديد و في وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة